يمثل الأكاديميون والباحثون من غير البريطانيين أكثر من 30% في الجامعات البريطانية فيأتي كل عام إلى بريطانيا ما يقارب 130 ألف طالب من مختلف أنحاء العالم الحكومة البريطانية أجرت العام الماضي تغييرات على تأشيرة الدراسة التي تمنحها للطلاب الأجانب لتصبح أكثر تشدداً توجب عليه الطالب أن يحضر إلى مقابلة مع الموظف وإن تغيب عن هذه المقابلة بدون أي سبب فمن حق الموظف أن يرفض الطلب طالب عليه أن يكون لديه مبلغ يكفيه لمدة عام بريطانيا هي ثاني أكبر دولة جازبة لطلاب التعليم العالي في العالم ولكن كيف هو الوضع الآن للطلاب مثل حكيم الذي يحاول الحصول على تأشيرة الدراسة البريطانية منذ نحو عامين في الحال سأفكر في تغيير الوجهة إذا ما استمر التعقيدات هكذا طبيعياً الأمر يجب أن تسير بسهولة وتشجع على أن تعجز الطالب على تسمى دراسة قادة وممثل التعليم العالي في بريطانيا انتقدوا تبنيها لنظام تأشيرات معادل لدخول الطلاب حسب تعبيرهم وذلك بسبب الأضرار التي لحقت بالجامعات خلال العام الماضي أعداد الطلاب الأجانب انخفضت هذا العام ليس في جميع الدول فحسب ولكن بالتأكيد هناك دولاً معينة تأثرت وما من شك أن السبب هو إجراءات تأشيرات الدخول المشددة فعلى سبيل المثال الهند تأثرت بشدة كما انخفضت أعداد الطلاب القادمين من الشرق الأوسط رد فعل وزارة الداخلية البريطانية جاء في بيان أرسلته لبي بي سي أوضحت فيه إنها ترحب بالطلاب القادمين بشكل قانوني للمملكة المتحدة وأن أي الدعاء بأن نظام الحصول على التأشيرة نظام مجحف هو الدعاء لا يستند على حقائق الحكومة البريطانية اتخذت العديد من الإجراءات للحد من زيادة أعداد المهاجرين والتي كان من ضمنها تجديد إجراءات الحصول على تأشيرة الدراسة لكن يبدو أن هذه القطوة لا تشغل بالا البريطانيين أنفسهم فأغلبهم مفقل استسلع رأي أجرع مركز أوكسفورد لمراقبة الإجراء لا يربط بين الطلاب القادمين للدراسة والمشاكل الناتجة عن زيادة أعداد المهاجرين دائما ما كان الطلاب الأجانب إحدى أهم ركائز ما يعرف بالقوة الناعمة لبريطانيا ولكن بعض السيسيين وأصحاب الأعمال يعتقدون أن هذه الإجراءات المتشددة قد تدمر هذه الركيزة بريطانيا لم تعد قوة عسكرية عظيمة ولا قوة اقتصادية لكن أعتقد أنها قوة ثقافية فيمكن أن تكون مركزا للفكر والعلم نشعر أننا نرسل رسائل للدول الأخرى قائلين لهم ابقوا بعيدا فأنتم غير مرحب بكم هنا فنحن نجعل من الصعب أن يأتي الناس إلى بريطانيا وهذا مدمر جدا لصورة هذا البلد الحكومة البريطانية قطعت وعدا بأن تحد من مشكلة الهجرة ولكن في المقابل عليها أن تواجه نتائج السلبية لهذه السياسات على المجتمع البريطاني معركة من الواضح أنها لم تكن مستعدة لها شيرين شريف بي بي سي لندن